بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الخمسة الموازنة المرنة وتحليل الانحرافات هناخد مثال على تحليل انحرافات التكاليف الصناعية الإضافية المتغيرة تستخدم إحدى المنشآت الصناعية نظام الموازنة المرنة في تخطيط ورقابة التكاليف الصناعية الإضافية وقد بلغت التكاليف الإضافية المتغيرة الفعلية 50 ألف ريال وعدد الوحدات المنتجة اللي هو الانتاج الفعلي 6000 وحدة واحتياجات الوحدة من الساعات 10 ساعات ومعدل تحميل التكلفة المتغيرة 3 ريال لكل ساعة وأن الساعات الفعالية للإنتاج أو للتشغيل كلمة الساعات الفعالية للإنتاج أو للتشغيل كلمة أنتج يعني بشغل 24 ألف ساعة المطلوب تحليل انحرافات التكلفة الصناعية الإضافية المتغيرة الحل هنجيب حاجتين مهمين جدا أول حاجة التكلفة المتغيرة المعيارية للمدخلات اللي هي ساعات التشغيل الفعلي في معدل تحميل متغير 24000 في 3 ب 72000 تاني حاجة التكلفة المتغيرة المعيارية للمخ رجات اللي هي ساعات معيارية للوحدة في الانتاج الفعلي في معدل تحميل متغير وكل مواطع 10 في 6000 في 3 108000 بعد ما جبنا الحاجتين دولت أبدأ أحط القانون بتاع انحراف الإجمالي وحلله الانحراف الإجمالي بيساوي التكلفة الإضافية المتغيرة الفعالية نقص التكلفة المتغيرة المعيارية للمخرجات كل دا كانت معطا ودي حسبناها دي معطا 50 ألف ودي حسبت من الشريحة السابقة تطلع الفرق هنا 130 بالسالب يعني في صالح المنشأة وحلل هذا الانحراف الإجمالي إلى انحراف إنفاق اللي هو التكلفة الإضافية المتغيرة الفعالية اللي هي كانت معطا 50 ألف والتكلفة المتغيرة المعيارية للمدخلات حسبناها بـ 72 ألف حسبت يبقى الفرق بينهم 22 ألف بالسالب يعني في صالح المنشأة تاني حاجة انحراف الكفاءة اللي هي التكلفة المتغيرة المعيارية للمدخلات ناقص التكلفة المتغيرة المعيارية للمخرجات تي كان حسبناها 72 ألف ناقص دي حسبناها 108 ألف يطلع 108 ألف بالسالب يعني في صالح طب نتأكد كده لو جمعنا الاثنين دول مع بعض المجموع لازم يرجعك للانحراف الإجمالي نتأكد كده جمع كده معايا 22 ألف بالسالب و108 ألف بالسالب طالما الإشارات متحدة يبقى نجمع يبقى مجموحهم يطلع 130 ألف ونفس الإشارة سالب اللي هو نفس الانحراف الإجمالي نشوف الكلام ده في شكل تمثيل قدت 3 بنود اللي عندي الإضافية الفعلية والمدخلات والمخرجات لو أول واحدة وآخر واحدة شوفنا الفرق بينهم يديك الانحراف الإجمالي 130 ألف بالسالب في صالح فرق بين الاتنين أول واحدة طب أول واحدة وآخر واحدة اللي هو انحراف يدينا الحراف إنفاق 22 ألف بالسالب في صالح ثاني واحدة وثالث واحدة يديك الانحراف الكفاءة 108 ألف في صالح بالسالب ترجمة نانسي قنقر